بسم الله الرحمن الرحيم وابيه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين في الحقيقة احنا عرضنا حالات كتيرة جدا في خلال أعمال معتمر الأسر درما ومالحناش مالحقتش عرض الغالبية يعني عرضنا جزء كبير بس فيه جزء أكبر ما تعرضش وجات لي فكرة أن احنا نحاول نعرض منهم على الوابينارز القادمة إن شاء الله حالة ويبقى الحالة دي مدخل لموضوع كبير ونشرح الموضوع ده وده اللي هنعمله النهاردة كابسولة كلينيكية كلينيكال كابسول كلينيكال كيس هنعملها تسكاشل مع بعض وهي هتوبة يعني زي انتروداكشن لشابتر كده في الجلدية أو موضوع مهم أو أو شيء من هذا القبيل ونشرح الموضوع أو الشابتر ده وهي دي الفكرة فأتمنى أن ربنا يوفقنا فيها النهاردة ونبتدي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم هنشرح حالة واحدة النهاردة هي حالة الحالة دي أنا عرضها في مؤتمر الأصل وفيها يعني حاجات مهمة جداً وهندخل بقى منها لموضوع مهم جداً إن شاء الله دي مريضة تلاتة وتلاتين سنة جات تشتكيلي إن هي عندها الليجينز دي إتشي وبقالها ستة شهور تقريباً المريضة كانت حامل في الشهر السابع أو الثامن في آخر فترات الحمل وجاية بالليجينز دي وبتشتكي إنها إتشي إتشي أو في إتشينج شديد وهي دكتور أنا عايز أعطع لك طبعاً حطيت الدرموسكوبي ما كانش فيه نان سبسيفك يعني فايندينج شوية فيه فاسكولار ماركينج واضحة وفاسكولار دوتس بس يعني كانت مش هيموجينيس فنقدر نقول الدرموسكوبي هنا مش مش هيبريكلود ممكن يبريكلود مثلاً حاجات لكن مش هيكونفيرن دايجنوزيس لحاجات لكن اتعودت دايماً إن أي حالة أحط عليها الدرموسكوبي بالمنظر ده وبالشكل ده حضراتكم تتوقعوا الحالة تشخيصياً تبقي هل في حد عنده أي فكرة في التشخيص أو الدايجنوزيس للحالة دي ما فيش فيها أي يعني الحالة جاية لي كده ده في الحقيقة أي حد يشوف المنظر ده ما يقولش تينيا سرسناتا عيب عنده مشكلة أكيد يعني هو أكيد عنده مشكلة الحالة بتنطق إن هي تينيا سرسناتا أو تينيا كوربورز تينيا كوربورز علشان نبقى في دقة شوية إتشينج واضح جدا سرسنت ليجنز وتحت كلمة أكتف بوردر وتحت كلمة أكتف بوردر دي حط خطين فإحنا قدام حالة تينية حد يختلف معي أكيد لا ولن هختلف مع نفسي لكن حالة بالديسيمنيشن ده حالة بالديسيمنيشن ده لا ما كانش فيه خالص يا دكتور خالص حالة بالديسيمنيشن دي أما تجي للعيادة أكيد أكيدا مش هاسبها كده حتى لو هي واضحة كليميكالي إن هي تينيا سرسناتا لازم أعمل كوربورز وكانت المفاجأ كانت المفاجأة حالة زي دي متوقع إن أنا أستمتع بعمل الكوربورز فيها وأنا حتى لو الحالة بعمل كده بنشوف بنتعلم بنعمل كيو ايتش بنتفرج يعني بترين يور آيز ودايما دي النصيحة اللي بقولها لكل الناس عمرك ما هتتعلم درموسكوب غير لما تخطه على كل الحالات بتاعتك عمرك ما هتتعلم كيو ايتش غير لما تجي لك حالة زي دي وتعملها العجيب إن الكيو ايتش طلع نيجاتف عملناها مرة مرتين طلع نيجاتف فدي كان حالة يعني أنا وقفت قدامها تنحت كده يا خبرة بيض إزاي الحالة دي تطلع كيو ايتش نيجاتف هو مايبي ممكن يكون ما خادش من ما خادش ما عملش لكن وهو في ناس بدأت تغير تفكيرها هو آلات الباب اللي هو فهو مش هيجي بالشكل ده دا دايما بيطلع في وإن كنت عرضت حالة ممكن الإسبوع الجاي إن شاء الله نعرضها في الباب رطها في كانت خالص لكن بيجي في وبيبق بس مش هيبق برضو بالمنظر ده مش هيخد شيب ده فإحنا عملنا لازم برضو في لاب وورك أب وكل سلايد أنا عرضه له أهمية This slide of لاب وورك أب is important and I will tell you later why عملنا CBC عملنا كينسترز ثايرايد ANA أنترو أنتلا C-reactive protein أنتستريبتوليزين أو يورن ستول كله وزن نورمال اللاب وورك أبدا مهم وهقولك أنا عملت لي بعد كده What's next أكيد ملناش غير البييوبسي فعملنا البييوبسي ودي نتيجة البييوبسي في irregular acanthosis وشوية spongioses في الإبدرمس واضحين جدا وفي superficial perivascular infiltrate واخد pattern كده مميز اسمه cut sleeve pattern وأول ما أقولك cut sleeve pattern أنا كده المفروض حليت الإي الإجابة أو حليت التشخيص أو المفروض من cut sleeve ده هشاور كده بلسا هنا شوية spongioses بسيطة يمكن مش واضحة قوي هنا لكن فيه سلايد تاني بأوضح فيه هنا superficial perivascular infiltrate واخد cut sleeve pattern cut sleeve يعني لما تبقى أنت عندك هنا المعطف ده لافف حوالين cuffing your arm بالشكل ده فالinfiltrate بيكف حوالين blood vessels في layer واثنين في layer واثنين بص المنظر ده 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 للناس اللي بتزاكر basic dermatopathology في infiltration للمفوسايتس ومعها spongioses ده بنسمي exocytosis يعني lymphocytes اللي هي الزرق دي اهو هو ده وابعدين في concomitant spongioses فده حالة exocytosis السلايد ده مور كلير عندك irregular اكنثوس في spongioses واضح في الجزء ده وفي superficial perivascular infiltrate وقود sleeve pattern which may denote erythema annular centrifugan على فكرة دي بأمن اللiterature فورا الكلاسيك شوية مور classic photo of a case of erythema annular you'll find annular erythema it's descriptive term erythema annular centrifugan so it's annular erythema which expand rapidly expand maybe one millimeter per day وبعدين بتلاقي trailing trailing scales scales is trailing يعني scales متسلقة او لاحقة لل advancing age بتاع erythema annular اللي ممكن تخطئ عينك وتسميه active age عشان كده من يعني few minutes ago i told you في active border او active age ودي حاجة مميزة لل erythema annular ان ال age بيبقى erythematous وبيبقى progressing over days يعني in few time بيكبر وبتلاقي skills بتريل بتريل يعني بتتسلق او بتلاحق او بتعقب ال active age ده خلاص طبعا ده اللي هو here وهنا هو في pathology يمكن الصورة دي اوضح شوية او تدريسية بشكل اوضح وهنا في low power في هنا superficial infiltrate وده يقولك انه ممكن تبتنوع من انواع الاريثيما انيولار اللي هي superficial type بعد ما شخصنا الحالة ودينا cortico steroids الحالة بعد كده يبدي our case after treatment ودا بي الشور الدايجنوز ان هي اريثيما انيولار سنتر فيو جم and by the way الباثولوجي مش 100% conclusive ان اريثيما انيولار سنتر فيو جم you have to correlate the pathology with the clinica you have to وفي الباثولوجي هنا we have to make ps sustaining to exclude the structures كمان يعني لو حد يقول لي خلي بالك the h and e مش كافي ولازم نعمل ps هو محق ولازم ت correlate pathology مع clinical بقى ولازم مهم جدا فدي الحالة بعد ما تعالجت ودا ما دخلنا النهاردة الحالة اللي احنا عرضناها هي الريل introduction to this topic اللي هو الفيجوريت erythemis وبالتالي التعليم المبني على clinical cases clinical based learning ده مهم جدا انت شفت معايا حالة قد نتصور قد نتصور ان هي تينية سيرسناتي وجاية في البريجنانسي وشكلها تينية تينية يعني لا تخطئها لا يخطئها تينية طباء وبعدين نعمل الكيو ايتش فنتفاجأ انه نيجاتيف وبعدين نعمل الباثولوجي فنفاجأ انه فيه الكود سليف باترن والارثيم مانيولار فمن هنا هاخد بايدك وندخل هذا الشابتر اللي هو اسمه الفيجوريت اريثيم ونحاول ندسكس شوية فيه الناس اللي بتخش محدش لو سمحتوا شغل الكاميراز فيجوريت اريثيم فيجوريت اريثيم او ري اكتف انفلاماتوري اريثيم هو سينينمز لجروب من الديس اللي بتاخد الشكل ده اريثيم خلاص بتعمل اريثيم مشكلة او اريثيم ليها شكل فدي اسمها الفيجوريت اريثيم الصورة دي هتعبر عن هذا الشابتر صراحة ناس كتير تيجي تذاكر الشابتر ده تلاقي فيه مشكلة تيجي تذاكر وتحس ان فيه ازمة ناس كتير تقول لي احنا والله بنيجي عند الارثيم ونيجي عند الحاجات دي نلاقي كلام عجيب وما نوباش فاهمين فشبهتها باللي وقف تحت المطرة يعني لكن هو الموضوع سهل وجميل وشايفيني انا سعيد تحت المطرة هوت فالموضوع بسيط خاص ان شاء الله نبسطه من خلال هذا الوبينار اول حد استخدم الفيجوريت اريثيم هو هنري فوكس مين يعرف هنري فوكس هنري فوكس ده امريكان درماتولوجست وده مهم جدا عملنا حاجة مهمة خالص في الدرماتولوجي في حاجة كده اسمها ايه في مرض اسمه الفوكس فوردايس يمكن هو كتب عنه شوية وفي حاجة اسمها فوكس ساين فوكس ساين بس دي مش هو مش هو صاحبنا ده في عالم تاني برضو اسمه حاجة فوكس بس كان سرجين والفوكس ساين دي بتب اكموتك ساين في الانجوين الريجون لو في ريترو بريتونية الهيمارج بس مش جز فوكس يعني انظر فوكس سوى كله فوكس ودخل في بعض طيب الفيجوريت اريثيمة عادة بنشابترائز الترم ده في اربع امراض الريثيمة انيولار سنترفيوجم اللي احنا عرضنا حالا منها دلوقتي الريثيمة جيراتم ريبينز الريثيمة مايجرانز او بنسميها نيكروليتك مايجراتوري اريثيمز والريثيمة مارجيناتم روماتيكم ما تطلخبطش وكله مايخشش في بعضو ولازم تبفاهم الاربع امراض دول لان الاربع امراض دول according to my opinion هما under diagnosed بحيث ان الناس دايما ما بتفكرش فيهم الاربع امراض دول هما اتنين منهم لامراض واتنين منهم لكانسر او اتنين لامراض اللي هو الاريثيمة annular centrifuge و الاريثيمة مارجيناتم روماتيكم دول لديسيزز مصلي واتنين رياكتف للي تيومرز واتنين من ضمن البرانيوبلاستيك درماتوزيز اللي هو الاريثيمة جايرات والاريثيمة او النيكروليتك ميجراتوري اريثيمة الاتنين دول لينكت للتيومرز فبالتالي مهم جدا صورة واضحة جماعة في حد بيشتكي ان الصورة مش واضحة في اي مشاكل تمام السلايد دي جميلة قوي هتلاقي لما تيجي تقرأ لجماعة بتاع الهستولوجي هتلاقي ان في امراض اكتر من الاربع دول بيبتدوا يدخلوهم علشان هي ممكن تمامك such entities انا مش هتكلم على السلايد دا كتير ممكن نتكلم عليه علشان اسمه تغشي بس السنونمز بتاعت الاريثيمة اول نوع من انواع الفيجوريت اريثيمة زي دي الاسماء او السنونمز بتاعتها اريثيمة فيجورات برزنتانز اريثيمة سيمبلكس جايرات انيولار اريثيمة الفينفانسي اللي هو في الحقيقة سبتايب من الاريثيمة انيولارس انترفيو جايرات زي ما هنتكلم دلوقتي هي ممكن تبقى الانفكشنز ممكن تبقى الانفكشنز ممكن تبقى الانفكشنز انيولارس انترفيو يعني وايد لست لست ادي كده في وطبعا دي لما تعمل تبحس عن كل الاسباب دي باكتيريال انفكشنز فيرال انفكشنز فانجال انفكشنز بارازيتيكس اندوكراين وكمان النيوبليزيا والاوتو اميونيتي وميسيلينس اقرأ على مهلك خد سكرينشوت ويقرأ طب ومهم ما تعرف الاتيولوجي ايوة حكم لما تبدأ تشخص حالة بالاريثيمة انيولارس انترفيو ده اكتف باتر وتحاول توصل الاندرلاين كوز الكلينيكال بريزنتيشن للاريثيمة انيولارس انترفيو هو نقدر نقول كده بنقول ان في سوبرفيشيال طايب وفي ديب طايب والتأسيمة دي يعني ان في سوبرفيشيال فده يعني عاكس كلينيكيا بشكل الحالة ديتو وبيبقى فيها واضحة ولو الحالة مش وما فيهش يعني نقدر نقول ان هي عبارة عن بليكس راز رزان يبقى تتوقع ان الباصولوجي بتاعها يبقى في ديب بريفاسكولر انفلترات السوبرفيشيال بريفاسكولر انفلترات هيبقى مع السوشياشنز انا لسه شرحها اللي هو الاخانثوزيس ممكن السبونجيوزيس ممكن ممكن شوية ديسكراتوتك كيراتينوسايدس ممكن فوساي من البركراتوزيس كل ده ممكن تشوفه في ديب ما بتشوفش الكلام ده قوي لكن ممكن تشوف الديسكراتوتك كيراتينوسايدس بس فتأسيمة السوبرفيشيال والديب اريثيمة انيولار سنترفيوجان هي بالاساس تأسيمة بس بينعاكس الانفلتريشن في الباثولوجي ده على الكلينيكال اللي بتشوفه طب بتشوف ايه كلينيكالي قلنا انيولار اريثيمز او اريثيميتس باتشيز ممكن تاخد وبيبدأ يحصل ويبدأ يحصل او ايه ادفانسينج مارجن والمارجن ده دايما بيتريل سكيلز زي ما هو واضح كده في الصورة فدي اسمها يعني سكيلز بتحاول تلحق او تتسلق او تركب على ادفانسينج ايج علشان كده جبتلك الصورة دي صورة النباتات المتسلقة اللي بتنزل من بتاعها او بتتسلق عليه فدي هو يعني دي كده بيسموه ودي حاجة مميزة جدا حتى كانوا كان بعض اسات زيتنا يقولك ايه ده كان يعني سؤال مقالي كده ده عايز واحد فاهم درماتولوج يقول ان في ميكا like scales زي حالات البليفة والPLC وفي trailing scales بالشكل ده وفي scales المميزة اللي ممكن في البرو كيراتوس اللي هو بيسموه double edge scales دي وفي silver scales اللي هي semi attached اللي بتاعت الصورايسز والسبوريك كريزي اللي موجودة في السبوريك درماتايتس والسكيلز اللي هي بتوبة larger وبولي وكده اللي هي بتاعت وهكزا عايزة واحد فاهم درما يعني وعدي عدد للحالة اللي هي احنا عرضناها النهاردة عشان الناس اللي داخلها متأخرة رحت عليهم الحالة دي قلنا اول ما شفناها قلنا اتنين مش هيغلطوا ويقولوا هي مش تانية كلنا اجمعنا انها تانية لكن لما عملنا الكيو قدشي ليها مرة ومرتين لقناها نيجاتيف ده اللي خلانا نفكر انها ممكن تبع حاجة تانية لما عملت الورك اب وكتبت الاني والانتي رو والانتي لا اتعامل وطلع نيجاتيف لان فيه الساب اكيوت اللي اي ده مهم الانيولار ساركويدوزيس بتعمل الاكيوت فيزري اكتنت بتعمل سي بي سي وي اس اار وبتعمل اللي هو الانجيو تينسين كونفيرتينج انسايم والسيرام كالسيوم الجرانيولوما انيولار والنيكروليتك مايجراتوري اريثيمة اللي هي نوع من انواع الفيجوريت اريثيمة زي هنتكلم عليها النهاردة الجرانيولوما انيولار نوع من انواع الانيه الجرانيولومتس ديس اوردرز الكوتينستيس الليمفوما دي جريت اميتاتور اتمامك اي حاجة الدراج ارابشنز هنا في خطأ اه مضعي اريثيمة مالتيفورمي اه روك حاططها في الشابتر ده اللي هي الري اكتف اريثيمة اريثيمة جيراتم ربينز ده نوع تاني من انواع الفيجوريت اريثيمة والويلز سندروم او الازينوفيلك سيلولايتس ممكن يميك كلينيكلي الحالات اللي هي الريثيمة اريثيمة اريثيمة خصوصا في بدايتها ده الديفرينشال ديجنوز الباثولوجي انا لسه قيل من شوية الباثولوجي is not conclusive في الريثيمة اريثيمة اريثيمة انفكشنز تلاقيه. فبالتالي انت بتكوريليت اللي معك بالكلينيكا مع اكسيكلوجين للأزر كوزيز. هو ده طريقة تشخيصك في حالات الارثيمة. الارثيمة عنيولار. الحتة المميزة اللي قلنا اللي سليف لايك اه 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 حوالين البلوت فيزنز. وقلنا ان فيها خصوصا في انهي نوع. اللي مركز معي انهي نوع. طيب. طيب. دي صورة تانية بتوضح لك عشان في ناس بتبقى مش متخيلان. يعني اه اه بقى اكتر من يعني كأنه كم المعطف ومتني على الفور ارم او على اه الفور ارم بتاعي. هنا واضح السوبرفيشيال انفلتريشن اللي هو في معظم الحالات لكن بيبقى في حالات كمان ديب انفلتريشن في الجزء ده هو وبينعكس ان هي تبقى ديب اريثيمة عنيولار. ودي الحالة بتاعتنا دي صور الحالة بتاعتنا اه بتاعت الحالة السابقة يعني. لما تجي لك حالة اريثيمة عنيولارس ان ترفيكم هتحتاج ده اللي انا لسه عرضه من شوي. ليه? علشان حضرتك الوايد list of causes. والوايد list of differential diagnosis. فخلي بالك من بعد. التريتمنت الحالة اللي احنا عرضناها. عالجناها بالتوبيكال كورتيكو ستيرايدز. وتحسنت جدا على التوبيكال كورتيكو ستيرايدز. لكن الساكند لاين في التوبيكال تكراليمس وفي الفوتوثيرابي والثيرد لاين ممكن الانتي مالاريالز والسيستيمك ستيرايدز. بس كل ده مهم جدا تو ايدنتفاي الاندرلاين كوز او الاتيولوجي وتحاول تعالجه. الموست كومن كوز في الاريثيمة عنيولارس انترفيوجم هو الانفكشنز. وموستلي تبقى ايه الدرماتوفايت انفكشنز. مش احنا بنقولنا هي بتمامك التينية كوربوريز ممكن الحالة يبقى عندها هيدن تينية وعندها ري اكتف اريثيمة انيولار خلي بالك. فبالتالي مهم جدا تفحص مريضك بشكل دقيقة. في الحالة اللي احنا عرضناها. الحالة اللي احنا عرضناها دي ايه يعني انا عرضها ليه? يعني انا دايما بقول لما نعرض حالة لازم تحط اول حاجة هو للتينية كوربوريز او التينية سرسنات. يعني يعني لا اكاد اصدق ان هي مش تينية. اي حد يشوف صورها هيقول عليها تينية. تاني حاجة يعني في الحقيقة ان البرغنانسي مش من الطب اتيولوجيكال فاكتورز في الاريثيمة انيولار. البرغنانسي. انا كنت فاكر الانفكشنز وفاكر الدراجز وفاكر الاندرلاينج ماليجنانسيز وكلام ده كله. لكن لما رجعت للليتريتشر لقيت البرغنانسي مكتوب من ضمن الاسباب رغم الراريتي اوف كيسز. يعني الحالات الكيس ريبورتد للاريثيمة انيولار اثناء الحمل قليلة جدا. فبالتالي آآ لما رجعنا للليتريتشر لقينا ان في رفيو بريجناند كيسز وز اريثيمة انيولار ريبورتد. طيب الناس راحوا بعيدا قالوا طب ليه? ليه? الريثيمة انيولار بتطلع بالبرغنانسي. الكلام كله على الرول اوف بروجستيرون. ويقال ان البروجستيرون ممكن يلعب دور في حتة ايه? احنا عندنا مرض كده اسمه اوتو ايميون بروجستيرون درماتايتس. وفي ناس ذهبت بعيدا وقالت لك ان الريثيمة انيولارس انترفيوجن في البرغنانسي ممكن يوبا لمتد تلينيكال بريزنتيشن للاوتو ايميون بروجستيرون درماتايتس. فدي الثيوري اللي اتحطط ودي المرجعية بتاعت. ندخل على تاني نوع من انواع الفيجوريت اريثيميز هو الريثيمة جيراتم ريبانس. هو فيجوريت انيولار بوليسايكلك اريثيميتس باتشز انتبليكس بس دونت ميس الوود جرين ابيرانس. يعني من كتر ما اللي سكيلز واضحة وموجودة فليها كأنها وود جرين ابيرانس. مش بس كده. الانتنستي اوف اريثيميز. ممكن تلاقي في بليستيرز ممكن تلاقي في حاجات موجودة وسط الريثيمة بيدلها الوود جرين ابيرانس. وده شور في انترنال مريجنانسي. لو شخصت اريثيمة جيراتم ريبانس شور شور في معظم الحالات في انترنال مريجنانسي. فهي واحدة من البارا نيوبلاستيك درماتوزيز. شوفوا المنظر ده. شايفين الانتنستي اوف سكيلز. وبيسموها زي الوود جرينز. فدي اريثيمة جيراتم ريبانس لو حد منكم شافها انا شفتها في حياتي مرتين. يعني مش 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 كل يوم تشوفها دي. بس ده مليجنانسي على طول. طيب مش محتاج تعرف في الارثيمة جيراتم ريبانس اكتر من كده. يعني ما ما تشغلش بالك. الباثولوجي بتاعها نان سبسيفك. نان سبسيفك درماتايز. فبالتالي احنا بنشخصها تقريبا كلينيكلي. الباثولوجي بتاعها نان سبسيفك. نيجي لتالت نوع الارثيمة مارجيناتم. وكان حد من اسات زيتنا يقول لك ايه اللي ينطق اسمي في الجلدية. ينطقه كله. لا ايه لاحسن يحصل له حاجة. يعمل عمل يتمه. لا تموتهم. فالارثيمة مارجيناتم روماتيكم. وبالتالي لما تحفظ الاسم كامل ما انت هتعرف ان هي واحدة من ضمن الكلينيكال مانيفستيشن اوف روماتيك فيفر. in my opinion. الارثيمة مارجيناتم is under 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 diagnosed. ومزت داي. اربوك لما ييجي. نان سبسيفك درماتوزيس في تشايلد. فينك ان اريثيمة مارجينات. نان سبسيفك اريثيمة في الترانك او في الاكستريمتز. اربوك فكر في الارثيمة مارجينات. don't miss. علشان دي. يعني ممكن الطفل لا يشتكي منها ولا يقولك انا بتوجعني ولا بتقلمني ولا بتهرشني. عادة الام اللي بتكتشفها وبتجيلك بيها. فعلشان كده اهو جايلك بالمنظر ده. ارجوك don't miss دكت جونز كريتيريا للدياجنوزيس. فانت دكتور. يعني قبل ما تبقى دكتور جلدية فانت طبيبي اخي. كان في ميجور ومينور كريتيريا. الميجور هم خامسة. كان في الكاردايتس بكل انواعها. الاندوكاردايتس والميوكاردايتس والبريكاردايتس. وحاجات كتير بالاسي جي بالبان. في حاجات كتير. في بين انشست. البولي ارسرايتس. الكورية. الاريثيما مارجيناتم. يعني واحدة من الميجور كريتيريا لتشخيص روماتيك فيفر. يعني انت موجود هنا كجلدية فارجوك don't miss. يعني الجلد له نصيب الاسد في تشخيص الحمر روماتيزمي. انت متخيل اتنين ميجور كريتيريا انزا سكين. اريثيما مارجيناتم والسبكوتينيس ندولز. طيب. المينور طبعا بيوبة الفيفر والاكيوت فيز ري اكتنس بطبة عالية والارثرالجيا والبرولونجة بي ار انترفال ان اي سي جي. اه تو دياجنوز روماتيك فيفر. يو هف تو جيت تو ميجور اه ساينز او واحد ميجور واتنين مينور. تو بيستوف مينولج. ورجعوا رأيك كلام دي. فاخدوا ده سكرين شوت. اخر نوع يا جماعة الناس اللي بترسم دي. الله يديكم. اخر نوع ومهم. ركز بقى معايا في اخر سري مينتز انزا لكتشر. ركز معايا. نيكروليتك مايجراتوري اريثيما او اريثيمز هي السينينم اف اريثيما مايجرانز هما الاثنين انتتي واحدة. النيكروليتك مايجراتوري اريثيمز دي وان اف بارانيوبلاستيك درماتوزز بارضو زي الارثيما جيراتم ريبينز. ودي لينكد ليه للبانكرياتيك تيومرز تحديدا الكلوكو جانوما. فبالتالي لما تشخصها دي مهمة جد. ذاترياد اوف. ذاترياد اوف. انيوجول اريثيما انزة ترانك. ويز ريسنت عنصد تايبيتس. ان لصف ويت. شوت ريجر كونسيدراشن. اف نيكروليتك مايجراتوري اريثيما. دي مهمة جدا. فارجوك اي اريثيما ترانكال اريثيما. اسوشياتي مع سيمتمز لريسنت عنصد تايبيتس. او حتى لصف ويت او ديارية. او حاجة زي كده ارجوك ارجوك. think in this entity. علشان كده هي under diagnosed. او late diagnosed. يعني ساعات بيحصلها late diagnosis. لما العيان يحصل له secondary. من الجلوكوجانومة دي. طيب. اي معلومة انا كتبها. ليها اهمية. انا ما بكتبش اي حاجة في مخادراتي. ولا text عندك. you can refer to the text. any piece of information. registered in this presentation is important. ليه بيحصل الاريثيما دي. يعني ايه اللي يخلي في تيومر. في البانكرياس. يعملك اريثيما في الترانك. ويبقى فيجوريتد. وبالشكل ده. possibly due to amino acid deficiencies. possibly due to intestinal protein loss. ومال absorption. والزنك deficiency. the same etiology. of necrolitic. إكرال اريثيما. نفس الاتيولوجي بتاع النكروليتك إكرال اريثيما. المرض اللي استاذنا الدكتور الداروتي. الله يدي له الصحة والعافية. هو اللي عمله report. وهو اللي اكتشفه تقريبا المرض ده. وده مكتوب يعني باسم الاستاذنا الداروتي. وفي مصر. كان نفس الباثوجينيس او نفس الباثوفيسيولوجي. او نفس الثيوري للديفلوبمنت. قالك amino acid deficiencies. فالعيان اللي عنده نكروليتك أكرال اريثيما. بيتحسن بالـ amino acid infusion. as a treatment. ان فيه zinc deficiency. فالعين بيتحسن بالزنك supplementation. وبال proper protein supplementation. فيبى الباثوفيسيولوجيا هنا مهم. لانه هيدي لك اطروحات علاجية في الامراضي. ماشي. يبى النكروليتك ميجراتوري اريثيما. هو نوع منها على فكرة. clinical variant. النكروليتك اكرال اريثيما. وتقدر ترجع على اليوتيوب. احنا الحالة دي. على السلايد اللي قدام حضراتكو ده. شرحت قبل سابق. ونشرت. نشرت فين؟ على اليوتيوب ده. بس مش فاكر عنها حلقة. النكروليتك اكرال اريثيما. اللي كانت بيتميمك السورايسيز. شرحناها. وشرحنا فيها الباثوفيسيولوجي ده. وشرحنا فيها الباثولوجي كمان. يعني وقتها شرحت الباثولوجي. وانا الباثولوجي في ال early stages. بيفرق عن ال late stages. للنيكروليتك اكرال اريثيميز. او النكروليتك ميجراتول اريثيميز. في ال early بيبقى. looks like eczema. او looks like dermatites. وممكن تجود وتقول. this kratotic dermatites. يعني dermatites like picture. فيه spongiosis وفيه superficial perivascular infiltrate بس فيه some disceratotic cells وpillar around the keratinocytes وممكن يبدأ الكلو للتشخيص خلاص لات بيبقى بقى فيه acanthosis وفيه some disceratosis وفيه infiltrate بس بيبقى mainly lymphocytic فيه وبيبقى a little bit sparse lymphocytic infiltrate فيه الدرنس فالearly lesion بيبقى واخد شكل في البسولوجي غير الليت والكلو هو disceratosis والdisceratotic cells اللي تلاقيها بين قوي في الابدرمس رغم وجود spongiosis ورغم وجود ده ممكن يدي كلو انه هنا فيه migrator erythema في الحالة دي وموجودة الحالة دي انا على ما اسكر وانا بعمل محاضرة دي انا فاكر ان انا شرحتها وفاكر حطيتها على اليوتيوب بس فين انا مش فاكر انا حلقا ودي صورة ال pathology في ال acute stages بيبدأ يحصل disceratotic cells اللي بتبدأ تاخده الول احمر كل الاحمر ده خلايا ميتة كيراتينوسايت ماتت وحصل لها premature death فاخدت الايه الصبغة وبقت ازينوفيلك بالشكل ده لدرجة انه ممكن يحصل ممكن يحصل ممكن يحصل ممكن يحصل ممكن يحصل في الابدرمس واضح جدا ال spongiosis اللي موجود هنا وواضح ال superficial pre-vascular infiltrate فده اللي هو ال pathology بتاع ال acute necrolitic erythema بتتعالج ازاي اللي هو necrolitic migrator erythema طبعا السرجري احنا قلنا فيه underlying tumor فالسرجري ده مهم جدا العين ده بيبقى ممكن يجي له diabetes ممكن loss of weight وممكن diarrhea فبالتالي second line treatment هو اللي بيخلي كل بتاعت بيوقف الافرازات بتاعت كل طبعا هي وبعض فطبعا انت بس فاهم لكن عادة الحالة دي مش خلاص احنا ان انت المشكلة وبتقدم البايشنت على بليتوف جولد للجي اي تي سرجينز علشان يشتغلوا معاها وبكده يباحنا خلصنا الفيجوريت ايريثيما اللي هو تشابتر ناس كتير بتكره تذكروا مش عارف ليه ناس كتير بتنسى والاسماع بتخش في بعضها احنا عندنا فور نين disorders ايريثيما انيولار سنترفيوجم النكروليتك ميجراتوري ايريثيميز الاريثيما مرجينيتم روماتيكم والاريثيما جيراتم ريبينز وقلنا في منهم اتنين ريليتيد للبرانيوبلاستيك اللي هو الاريثيما جيراتم ريبينز والنيكروليتك ميجراتوري ايريثيميز واثنين منهم ري اكتف لي او حتى حاجات تانية اللي هي الاريثيما والاريثيما مرجينيتم روماتيكم انها لنكد روماتيك فيفر وعرضنا دوكيت جونز كريتيريا روماتيك فيفر ارجوك اوعى تنسى الامراض دي قد تنقذ بني ادم الحاجات دي ليه الناس مش بتحبها لان هي نقدر اللي هو الانترنال ناس بتلخبط وناس بتنسى وكله بيخش في بعضه لكن مهمة اوى ان احنا هن نستذكر سويا هذا الامر دي الطير وهو بيشرب ودي الطير وهو بقول الحمد لله انا كنت صورت المقطع ده بنفسي قبل وبعد وحطتهم مع بعض فنحمد الله على يعني هذا الوقت الجميل وارجوكم يعني نراجع اللي اسمعنا النهاردة كل واحد يرجع للتكست ويقرأ بسرعة اللي انا كتبته حاولت اعمل على شكرا جزيلا واي اسئلة انا انا بحب طبعا وبنرات الشتة طبها مختصرة علشان الناس بتصح بدري واخوتنا وزميلاتنا ده كترة البنات يصحوا يعملوا السندوت شات ويعملوا الحاجات للاطفال كابتا الخير والله فاشكركم شكرا جزيلا اي اسئلة على جروب التليجرام هكون معكم هحاول ارفع المحاضرة دي ان شاء الله على اليوتيوب شوفكم الاثنين القادم مع حالة جديدة وكلينيكال بوزد لرنينج وهيبقى مدخل للشابتر ونراجع الجلدين مع بعض شكرا جزيلا السلام عليكم رحمة الله